تنضم إلينا مفدتنا إلى العاصمة في هذه الأثناء أميرة تنضم إلينا مفدتنا من ساحة أول ماي بالعاصمة بالإضافة إلى الزميلة الشهرزاد من ساحة الشهداء طبعا أميرة متواجدة في نقطة انطلاق مسيرات الغد بحول الله التي دعت إليها الكثير من الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني دعما للقضية الفلسطينية وأيضا نقطة الوصول تكون عند الزميلة أو أين تقف الآن الزميلة الشهرزاد أبدأ معك أميرة تفضلي مساء الخير رضا مساء الخير لكم المشاهدين قناة النهار نحن متواجدون الآن في هذه اللحظة بصاحة أول ماي بالجزائر العاصمة هذا المكان الذي ستنطلق فيها المسيرات السلمية والمظاهرات المنددة لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل غدا الخميس على الساعة الحادية عشر صباحا هذه المظاهرات ستكون بمشاركة الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني نصرة للأقصى ومساندة ودعما للشعب الفلسطيني الأعزل وتنديدا للمجازر والإبادات التي يرتكبها هذا الكيان في حق الشعب الفلسطيني الأعزل لذن مشاهدين نحن في مكان انطلاقة المسيرات السلمية التي ستكون يوم غد الخميس على الساعة الحادية عشر صباحا من هنا للتذكير ستكون المظاهرات والمسيرات السلمية أيضا عبر مختلف ولايات الوطن وبمشاركة متوقعة كبيرة للشعب الجزائري بمختلف فئاته العمرية سيكون حاضرا أكيد كالعادة دعما للشعب الفلسطيني الأعزل ونصرة للأقصى جدا أميرة وأنت تتحدثين في هذه الأثناء على المباشر يعني استوقفتنا من ساحة أول ماي استوقفتنا صورة العلم علم فلسطين الذي هو خلفك تماما يا أميرة في أحدى شرفات العمارات في قلب العاصمة دليل على أن فلسطين في قلب كل جزائر نعم هناك العلامة الفلسطينية موجودة في البنايات هنا بالجزائر العاصمة وساحة أول ماي بالجزائر العاصمة إذن من هنا كما تشاهدون مشاهدين في ساعة أول ماي بالجزائر العاصمة حيث ستكون الانطلاقة انطلاقة المسيرات والمظاهرات السلمية الداعمة للقضية الفلسطينية والداعمة للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال السهيوني ستكون الانطلاق أيضا غدا الخميس على ساعة الحادي عشر صباحا هنا بساحة أول ماي بمشاركة كل فئات المجتمع الجزائري وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية شكرا لك ميرا مفدتنا إلى ساعة أول ماي ونحن على يقين بأن الشعب الجزائري سيكون حاضرا بهاته الساحات والميدين غدا بحول الله وأذهب مباشرة لله للزميلة شهرزاد ويدعا الزوز كيف هي الأجواء عندك شهرزاد قبيل ساعات يعني من مظاهرات الغد أهلا زميلة رضا أهلا لكل مشاهدي ومتتبعي قناة النهر إذن نحن متواجدون بساحة الشهداء بالعاصمة ساحة شهداء التي وشحت بالعلم الفلسطيني أين سيصل أو تنتهي مظاهرات المساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل هنا بساحة الشهداء لأتذكير زميلة رضا هذه المظاهرة ستكون برفقة الأحزاب السياسية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ومختلف الهيئات الوطنية زميلة رضا الوزير وزير الاتصال كان أكد صباح اليوم أن هذه المسيرة هي تعزيز لمواقف الجزائر المعروفة داخليا وخارجيا إزاء القضية الفلسطينية ومناصرة الشعوب المظلومة والقضايا العادلة إذن زميلة رضا نحن هنا بساحة شهداء هي موشحة بالعلم الفلسطيني وهنا تجرى بعض الأشغال لربما تنظيف الساحة مواكبة لمسيرات الشعبية والمسيرة الشعبية التي ستنطلق يوم الغد من ساحة أول ماي على الساعة الحادية عشر صباحا هي مسيرة ينتظر أن تكون كبيرة جدا زميلة رضا حسب الأصداء التي نرصدها هنا بساحة شهداء وحسب ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الكل مجند للخروج في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة بعد الإبادة الجماعية التي شهدها أطفال والشعب الفلسطيني الأعزل ألا وهي تفجير مستشفى المعدماني بغزة كانت فاجعة زميلة رضا في ظل ازدواجية المعايير وفي ظل الكيل بمكيالين للمجتمع الدولي إذن زميلة رضا الجزائر ساندت طالما ساندت القضية الفلسطينية وكانت معها ظالمة ومظلومة ومواصلة في هذا المسار دعم القضايا العادلة على رأسها القضية الأمة القضية الفلسطينية نعم شكرا جزيلا لك شهر زاد ويدعزوز أكيد ولأميرة على تدخلكم على المباشر طبعا من ساحتي أو المي وساحتي الشهداء تحسبا لمسيرات الغد التي دعت لها الأحزاب السياسية